وقعت جامعة الشارقة عقد تنفيذ أحد المشاريع الاستراتيجية الهامة مع شركة تكنولوجيا الحواسيب والطاقة CBT لتحديث البنية التحتية لشبكة الاتصال اللاسلكي بالإنترنت واي فاي داخل الحرم الجامعية وتحويلها لتقنية الجيل الجديد من تكنولوجيا الاتصال اللاسلكي والمعروفة بواي فاي ستة وأكد الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة أهمية هذا المشروع في تحديث البنية التحتية طبقا لتقنية الجيل الجديد والمعروفة بواي فاي ستة وذلك لضمان التغطية اللاسلكية بشكل كامل داخل وخارج مباني الجامعة بما في ذلك السكن الجامعي ومرافق الجامعة الرياضية وعمادتي شؤون الطلاب والطالبات التي تعقد فيها الأنشطة الطلابية والفعاليات